قولولي شوفت في الفيديوز ولارين بتقولنا بحب مصر كلام ده حقيقي؟ احكيلي ايه الكلام ايه؟ ان انت بتحبي مصر هي بتقولك انت بتحبي مصر؟ اه بحبها قوي يا حياتي اشمعنا بقى؟ عشان يعني انا بحب البليل بتاعها يعني من كل حد بي ببرا وانا بنلعب مع بعض انت جيتي هنا ببساطة انطلقتي اه؟ اه اه ببساطة في مصر انا قط الاتنين بالليل في الشارع وفي ناس وكده بهرتهم جدا في هنا حياة في هنا روح انا بسعب الليبش اه اه اعمل الليب اه اه في كده قطة كتير قوي ويهربة طبطبهم ايه ايه يعني الناس اجتماعية وفي حياة اكتر يعني طيب اه اه مدام خديجة والساس احمد اه الردود الافعالي اللي علي السوشيل ميديا جاتلك ازي انا شخصيا بقت مهتمة جدا ان انا قعد اسمع وشوف الكلام اللي بقوله وترجمته ايه فعايز اعرف هال الناس بقابتطلب منكم مصطلحات او كلام معين ردود الفعل بيتعلمه فعلا لان دي ابسط طريقة فعلا ان احنا نتعلم فيها الانجليش اه الناس كانت فرحانة جدا وكمية الدعوات ما شاء الله يعني جد فرحتنا جدا. اه. الدعوات جميلة جدا لنا كلنا وان هما اه شايفين ان الموضوع بطريقة بسيطة جدا وان هما بيتعلموا منه ودايما يقول لنا بالله عليكم اتوقفوا. يعني اهو اكتر اكتر اكتر. اه. فالبساط نا جدا ان احنا قدرنا ان احنا نوصل اللي احنا عايزين فعلا نوصل. فاهميني? فلاقينا البعض الفعل يعني زم ما احنا يعني كنا حبين ان احنا نوصل وفعلا نوصل موضوع بطريقة بسيطة وان الناس فعلا تتعلم. لقينا فعلا الموضوع ده عند الناس هو هو اللي احنا كنا عايزين نوصله يعني. خدنا دفعة جميلة جدا من الناس بصراحة. يعني دونا دفعة كده اللي هو ايه على حاس اللي احنا ما يمفعش نوقف. يعني ممكن مثلا اه الناس تزع مننا جامد يعني. اه. الناس استفاد. وببعا طولنا يعطينا زي ما خدجي بتقول دعوات وشكر كتير. اه. هم اللي مسبتلنا ومدينا الدفعة للامام يعني. هتكملوا في نفس المحتوى او انه ينتعملوا حاجات جديدة واتطوروا شوية? اه ان شاء الله حابين ان احنا نطور ونعمل حاجات مختلفة بس يعني يعني مكملين طبعا بس بنتطور برضو عشان الناس ما تملش فهميني? فبقى فيه ملأة اللي بقى موضوع كده فيه كل شوية فيه تغيير بسيط بحيس ان الناس ما تبقاش تملم الموضوع يعني. بجد محتوى من اجمل الحاجات اللي انا شفتها الفترة اللي فاتت انا بشكركم جدا ان انتو يعني كأسرة كده تشركوا ولادكم في حاجة مفيدة في حاجة ينفع كلنا نتبعها. يعني ام اب اطفال ينفع نجيب ولادنا ونتفرج. اه ما نبقاش محرجين مكسوفين او حاسين فيه حاجة اوفر او حاجة نمنع ولادنا يشوفوها. فبجد برافو برافو اه بجد يعني انا مبسوطة وفخورة بيكم وبتربيتكم الحلوة لولادكم وان انتم تدخلوه من السوشال ميديا لكن بحدود وبحاجة حلوة تحببهم اه فيها واتطلعهم كمان اه اه مشهورين بس مشهورين بحاجة حلوة بيقدموها للناس.